صدمة قوية تلقاها قطاع الألماس في إسرائيل، أحد أهم أعمدة اقتصادها مع بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في أكتوبر الماضي، إذ تعد إسرائيل من أهم مراكز تصنيع وتجارة الألماس عالمياً ويمر منها نصف حجم هذه التجارة العالمية. فقد انخفضت واردات إسرائيل من الألماس الخام إلى الربع في نوفمبر الماضي، وهوت صادراتها بأكثر من 68%. وتأثرت تجارة الألماس بشكل مباشر بالأزمة الاقتصادية التي ضربت كافة القطاعات في إسرائيل ومؤشراتها الاقتصادية نتيجة للتكاليف المباشرة وغير المباشرة للعدوان. واعتبر خبراء القطاع أن الآثار الاقتصادية على صناعة الألماس في إسرائيل لن تنتهي قريباً، بل تتخذ طبيعة استراتيجية بعيدة المدى، الأمر الذي يضع قطاع الألماس هناك أمام العديد من المخاطر العالية. فالقطاع في معظمه يعتمد على العلاقة مع الهند والدول الإفريقية المحتضنة لمناجم الألماس. ونتيجة للعدوان وحملة المقاطعة الدولية، جرى منع الشركات الإسرائيلية من العمل في بعض الدول الإفريقية بعد قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل. فضلاً عن تقلص حجم تجارة الألماس البينية مع الهند، خاصة أن بعض شركات الألماس الهندية شرعت بداية العام الجاري في تصميم استراتيجيات تسويقية لا تأخذ في اعتبارها وجود إسرائيل فيها. يأتي هذا في وقت واجهت فيه تجارة الألماس عالمياً خلال السنوات الأخيرة صدمتين، الأولى خلال فترة وباء كورونا وأثرها في تعطل التجارة الدولية والانخفاض الحاد في الطلب، والثانية خلال الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا التي أدت إلى انقطاع سلاسل إمداد سلع متعددة بما فيها الألماس. في المقابل، يرى قادة القطاع في إسرائيل أن تجارة الألماس الإسرائيلية تمكنت من التكيف مع صدمتين كورونا والحرب الأوكرانية دون أضرار تذكر حتى الآن، لكن يبقى الرهان على مدى صمود هذا القطاع في حال استمرار الحرب على غزة وعدم وجود خطط لتعافي قطاع التعدين.